موعد الطعن بقى عندنا المادة 216 قالت يقف معاد الطعن بموت المحكوم عليه او بفقد اهليته للتقادي او بزوال صفة من كان يباشر الخصوم عنه ولا يزول الوقف الا بعد اعلان الحكم الى من يقوم مقام الخصم الذي توفي او فقد اهليته للتقادي او زالت صفته وانقضاء المواعيد التي يحددها القانون بلد المتوفي لاتخاذ صفة الورث ان كان يعني لو الحكم صدر الطعن يفضل مفتوح لحين اعلان الورث او من يحل محل من زالت صفته واحد رئيس مجلس ادارة زالت صفته جي رئيس مجلس ادارة تاني اما يؤلم الجديد عشان يبقى له معادة اتصال المادة 227 معادة الاستئناف 40 يوم ما لم ينص القانون على غير ذلك ويكون المادة 15 يوم في المواد المستعجلة أيا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم ويكون معادل الاستئناف ستين يوم بالنسبة للنائب العام أو من يقوم مقامه معادل الاستئناف في كل الأمور المدنية أربعين يوم في المستعجل خمستاشر يوم النائب العام له ستين يوم المادة متنه تمانية وعشرين إذا صدر الحكم بناء على غش وقع من الخصم أو بناء على ورقة مزورة أو بناء على شهادة زور أو بسبب عدم ظهور ورقة قاطعة في الدعوة احتجزها الخصم فلا يبدأ معاد استئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أثر فيه التزوير فاعله أو حكم بسبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي احتجزت المادة متنه تمانية وعشرين دي عايزة تقول أن معادل الاستئناف في أربع أو خمس أمور ما يبدأ شيء إلا من زوال ذلك الأمر يعني إذا كان صدر على غش يبقى معادل الاستئناف يبدأ من تاريخ كشف الغش إذا كان بناء على ورقة مزورة أو شاهدها مزورة أو سبب عدم ظهار ورقة قاطعة في الدعوة لا يبدأ معادل الاستئناف إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو أثر فيه التزوير فاعله أو حكم بسبوته أو الذي حكم بفعله شاهد الزور في اليوم الذي ظهرت فيه الورقة يعني معادل الاستئناف يظهر بعد زوال المصيبة التي حصلت ترجمة نانسي قنقر